لعب ما يسمى بغرفة الموك دورا كبيرا في المحافظة على توازن القوى بين الفصائل السورية المسلحة في الجنوب السوري وقوات نظام الأسد حيث كانت هذه الغرفة تقدم دعما استخباراتيا ولوجستيا لعدد من فصائل الجبهة الجنوبية في كثير من المعارك وتقوم بمنعهم من القيام بمعارك أخرى اللافت أن هذه الغرفة التي تأسست منذ أربعة أعوام باتفاق وتنسيق بين مجموعة أصدقاء سوريا على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ومقرها في الأردن طلبت من مقاتلي الجيش الحر الانسحاب من البادية السورية ودخول الأراضي الأردنية وهو ما أثار ردود فعل مختلفة بين غاضب ومندهش ومتحفظ حيال هذا الطلب الذي يعني انطبق تقديم مساحات شاسعة من البادية السورية لقوات النظام لتستكمل سيطرتها عليها لإيب ناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفينا معنا من اسطنبول عضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش الحر رامي دالاتي ومعنا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي عبدالهادي الخزالة أذكركم أيضا مشاهدين بإمكانكم المشاركة معنا في الحوار من خلال إرسال الأسئلة والتعليقات إلى موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ رامي مساء الخير بداية ما صحت أولا هذا الطلب الذي يقال أنه تم تقديمه من غرفة الموك في الأردن إلى بعض فصائل الجيش الحر بالانسحاب من البادية والدخول إلى الأراضي الأردنية ريثما يتم إجراء بعض الترتيبات على ما يبدو ربما بين الولايات المتحدة وروسيا حول مسألة تأمين منطقة فيها وقف لإطلاق النار وخفض التوتر وكل هذه الأمور ومن ثم بإمكان هذه الفصائل العودة مرة أخرى أعطينا تفاصيل إذا كانت متوفرة لديك حول هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لك والمشاهدين الكرام حقيقة لم يتم الطلب بشكل مباشر بالدخول إلى الأردن لكن تم طلب أسوأ من هذا الطلب وهو إيقاف العمل العسكري ضد فصائل والقطع العسكرية للنظام السوري وبقي الطريق مفتوحا فقط لقتال داعش وهذا القرار يمثل انعطافة كبيرة بالنسبة للأمريكيين تجاه الثورة السورية وهذه الانعطافة توحي بتوافق سياسي كبير ينعكس عسكريا على الأرض بتوافق سياسي روسي أمريكي على حل سياسي ما للسورية سيكون فيه الدور الأكبر للروس بضمان الخطة المتبعة منذ حوالي ستة أشهر وهي سياسة الهدن المحلية والمصالحات المناطقية التي تولها الروس في كل من حي الوعر وحلب وحما وفي ريف حمص الشمالي وكذلك الاتفاق الأخير الأمريكي الإسرائيلي الروسي الذي يقضي بهدن طويلة الأمن في المناطق الجنوبية على حدود إسرائيل والأردن فأعتقد أن هذا الطلب كان محل استهجان كبير من الفصائل العسكرية وقد أصدرت فصائل سود الشرقية والشهيد أحمد العبدو بيانا شديد اللهجة يدين هذا التدخل الأمريكي السافر في البندقية الثورية ضد النظام السوري نحن قلنا للأمريكيين ولغيرهم أن لدينا بندقية تام بندقية ضد النظام وبندقية ضد داعش أما أن تحرف البندقية ليصبح النظام في مأمن وداعش فقط توجهها البندقية فهذا ليس مشروع الثورة السورية على الأطلاق نحن مع مكافحة الإرهاب المتمثل برأس بشار الأسد والبغدادي أمامي الآن أستاذ رامي البيان أو الرسالة التي أرسلها المكتب الإعلامي لغرفة الموك لجيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو دعني أقرأ عليك مقطع صغير مما ورد في هذه الرسالة تقول الرسالة خسرتم مناطق كثيرة ويستطيع النظام أن يقطع طريقة إمدادنا إليكم خلال يوم واحد من القتال العنيف يقول الرسالة أيضا في تقييمنا النظام سيحقق نصرا محتوما في البادية عاجلا أو آجلا نريد المحافظة على حياتكم وحيات عوائلكم هذا بحسب البيان الموجود أمامي أو الرسالة هل بالفعل هناك خشية من غرفة الموك والقائمين عليها من أن الأداء الميداني لفصائل الجيش الحر في تلك المنطقة ليس بالمستوى المطلوبة وبالتالي هناك خشية من تعرضهم للصحق فعلا كما ورد في هذا البيان طبعا هذا الكلام ينفيه ما جرى من الأسبوعين حيث أسقطت هذه الفصائل العسكرية طائرة للنظام السوري واحتجزت طيارا لمدة حوالي أسبوعين تقريبا وكان هذا إنجازا عسكريا كبيرا تم الالتفاف بشكل واضح من قبل بعض الوسطاء وسلم الطيار لأن نظام السوري بصفقة بخصة جدا نتيجة الضغط الذي مورس والتضليل الذي مورس على هذه الفصائل المقطعة في البادية أعتقد أن ما يجري على الأرض عسكريا هو إنعكاس واضح لاتفاق سياسي أمريكي روسي يتم التنسيق فيه مع دول المنطقة وتدفع الفصائل السورية الثمن الأكبر أعتقد المسألة ليست مسألة خوف أو حرص على دماء هذه المجموعات من يوقف العمليات العسكرية في الجنوب هي جهات خارجية تتدخل بشكل واضح بالآليات العسكرية أعتقد أن فصيل العبدو أو سودة الشرقية مشكورين قد تمردوا بشكل واضح على إرادة غرفة الموق وعلى الضغط الذي يمارس عليها بشكل كبير وهذا الذي جعلهم عرضة لابتزاز أمريكي واضح بقطع السلاح عليهم في هذه البادية المغفرة أعتقد أن الساحة السورية مصابة بحالة من الإحباط والغضب الشديد من هذا الموقف الذي تجلى في الأيام الأخيرة باختصار شديد أستاذ رامي قبل أن نطيل الانتظار على الأستاذ عبدالهادي هل نتحدث عن فصائل كثيرة أم هم فقط هذين الفصيلين؟ هذين الفصيلين هم أهم فصيلين في تلك المنطقة أعتقد أنهم مارسوا الضغط على فصائل في المنطقة الجنوبية وأخص الجبل الجنوبية وهذا يفسر حالة البرود العسكري في تلك المنطقة منذ أكثر من عام تقريبا لكن في منطقة البادية بالذات هذين الفصيلين هم الفصيلين الأكوى في تلك المنطقة هذين الفصائلين حققوا إنجازات كبيرة ضد داعش وأثبتوا قوتهم على الأرض بشكل مباشر ثم قالوا للداعمين أننا سنتوجه لمحاربة النظام لننطرق إلى منطقة البادية ونقطع الطريق إلى منطقة دير الزور وهذه المنطقة الأساسية لفصائل وسود الشرقية الذين أخرجتهم داعش المنطقة وهم أولى الناس بها بعد أن خرجت منها داعش وتنسحب تدريجيا وبعد أن أثبتوا كفاءة كبرى أعتقد أن الضغط سيمارس بشكل كبير على كل فصائل أعتقد واضح الصورة أستاذ رامي فقط خلص على الوقت إذا ما أقتلني سأنتقل إلى عمان مساء الخير أستاذ عبدالهادي مرحبا بك معنا وأطلنا عليك الانتظار ولكن كنت حابب أن أستوضح بعض هذه النقاط لماذا برأيك تقرر غرفة الموك الدائم الرئيسي ما يسمى أصدقاء سوريا على رأسهم الولايات المتحدة وشركاؤها لماذا تقرر سحب البساط من تحت فصائل المقاومة السورية فصائل الجيش الحر وتطلب منهم بشكل واضح عدم توجيه البنادق نحو النظام وحلفائه ما تفسيرك لذلك؟ تحياتي أستاذ مهند لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم في الواقع ما يحصل في الأوين الأخيرة وبعد أن تلاقى المصالح بين روسيا وأمريكا بشكل واضح بما يحصل في سوريا نلاحظ هذا التغير السريع والتغير الجذري في ألداء الأمريكي وألداء أصدقاء سوريا بالذات حول الوضع السوري وحول الداعمين للثورة السورية نلاحظ منذ فترة يعني منذ أكثر من شهرين عندما تمرد لواء شهداء القريتين عندما تمرد وذهب باتجاه قتال النظام في البادية السورية حرم هذا اللواء من الدعم اللوجستي والدعم المادي وخرج من دعم الموق بشكل واضح بعد تهديد أمريكي له بأن يعود إلى حاضنته لكنه رفض وبدأ بالقتال مع قوات النظام الآن ما يحصل الآن من التفاهمات بين روسيا وأمريكا جعل من هذا الوضع للمشاهد والمحلل وللكل شاهدة بأن هذا الانحراف الواضح بالأداء الأمريكي والسياسة الأمريكية المنحازة الآن إلى ما تطمح إليه روسيا في الواقع نشاهد كيف يتمدد النظام على حساب الثورة السورية كيف يتمدد النظام من الغوطة الشرقية عرفا من ريف دمشق الشرقي من ريف حماء الشرقي ومن ريف حمص الشرقي باتجاه دير الزور في ظل مشاهد الدول العالم التي كانت تدعم وتسمي نفسها بأصدقاء سوريا كيف يتمدد هذا النظام ويتوسع على حساب الثورة السورية كيف أن النظام الشرقي السويداء وصل إلى سبعة نقاط الآن على الحدود الأردنية السورية النقطة 162 حتى النقطة 171 وصل إلى هذه النقاط علما أن الأردن كان واضحا بأن قال بأني لا أريد أن يكون هناك مليشيا شيعية سواء كانت من حزب الله أو مليشيا عراقية أو مليشيا إيرانية أن تصل إلى حدودنا حفاظا على الأمن القوم الأردني لكن هذا كان ذهب به روسيا وأمريكا بعرض الحاط ونشاهد الآن هذا التواجد على الراضي السورية هذا كان على حساب الثوار وحساب قوات البادية الشرقية التي تتمثل بقوات أحمد العبد وأسود الشرقية والمغاوير كل هؤلاء الآن سمعنا بأنهم تم نصيحتهم بأن يأتوا إلى الأردن حفاظا على حياتهم هذه لعبة وهذا لخافتهم وهذا لإنهاء الثورة وتنحيفها باللداية وإنهاء هذه الثورة ومن ثم البدأ عن حلول مصالح وحلول وجود مصالح مشتركة بينها اللاعبين الرئيسين في سوريا ومن ثم البدأ بحل سياسي يتوافق عليه الطرفان بغض النظر عن الثورة السورية وعن الشعب السوري وعن المهجرين السوريين وعن اجدماء الشهداء السوريين وعن أعراض نساء السوريات كل هذا ذهب أدراج الرياح لتفتفاهم روسيا وأمريكا على الوضع في سوريا وليتم ترميم نظام بشار الأسد وعادته إلى الحياة مرة جديدة علما أن نظام بشار الأسد حتى الثورة السورية ومن يحمل لواء الثورة السورية من سياسيين وقادة عسكريين هم شماعة لكي يتقاسم اللاعبين المصالح في سوريا أعود إليك أستاذ رامي أيضا لبعض المصادر الأخرى في المعارضة السورية تشير إلى أنه خيرت هذه الفصائل إما الانتقال إلى شمال دير الزور وقتال تنظيم داعش فقط أو تسليم السلاح والدخول إلى الأردن هذه المصادر في المعارضة تقول أن السبب وراء هذا العرض هو رغبة دولية في فتح طريق دمشق بغداد الدولية التي كما تعتقد غرفة الموك أن الفصائل كانت تقف عائقا في وجه فتحه تعليق سريع برأيك أولا قبل أن ننتقل إلى مشاركات المشاهدين حقيقة هذه المعلومات دقيقة إلى حد كبير طلب من هذا التخيير إما الانتقال إلى دير الزور الشمال المنطقة أو الذهاب باتجاه حدود الأردنية إلى أقصى الدرجات أعتقد أن فتح هذا الطريق بغداد الدولي هذه المعلومة ليست دقيقة تماما بالنسبة لي لكن ما أنا واثق منه أن الأمريكان جادون تماما في قطع الطريق الميليشيات التي تأتي من العراق باتجاه الحدود الجنوبية لسوريا باتجاه حدود إسرائيل أو الأردن أن الأمريكان جادين تماما إذ ربما فعلا يستطيع النظام خلال الأشهر القادمة بالتعاون مع الروس والاستيلاء على قلب مدينة دير الزور فعليا من تنظيم داعش ولا أظن أن هذه مهمة يسيرة على إطلاق أما أن يفتح الطريق لدخول الميليشيات مرة أخرى من المنطقة الحدودية باتجاه دمشق باتجاه جنوب سوريا أعتقد هذا لن يسمح به الأمريكان بحال الأحوال وأعتقد أن هناك ضمانة روسية واضحة بالنسبة للأمريكان بقطع هذا الطريق بشكل مباشر إذا كان هناك حديث عن فتح طريق دمشق بغداد السياسي المضمون فهذا شيء آخر لا أستطيع أن أؤكده أو أن فيهم بالمطلق لكن ما أنا أعلمه يقينا أن هناك ضغوط واضحة على الفصائل العسكرية لإيقاف القتال ضد النظام السوري في عدد كبير من المساحات والأراضي السورية طيب قبل مواصلة الحوار ننتقل مباشرة إلى يوسف ليوقفين ببعض المشاركات من المشاهدين حول هذا الموضوع اللافت للانتباه حقيقة نعم هو اللافت للانتباه والتعليقات كانت يعني باتجاه أنه هل انتهت الحرب هل انتهى كل شيء زهير يقول هنا على تويتر استراتيجية الحرب انتهت انتصر النظام ما تبقى شكليات هكذا يرى زهير من هذا الكلام صلاح يقول كل عمليات التي تحدث من وقف إطلاق نار نقل الثوار مناطق آمنة دليل على انتهاء الحرب في سوريا على الأقل ربما يقصد في إرادة سياسية لإنهاء الحرب قصي يقول هل هي بداية تصدع الجيش الحر فالانقسام يبدو واضحا بين مختلف الفصائل هنا في فصائل مهند كانت في البداية فعلا يعني في الجنوب كانت فترة من الفترات خرجت عن الإرادة الأمريكية ثم عادت بعضها يوافق بعضها يترك هنا أيضا يتحدث عن هذا الاختلاف في ردود الفعل بين الفصائل شكرا جزيلا لك يوسف سأسأل ضيوفي عن بعض هذه الأمور أستاذ عبدالهدي ما رأيك هل بالفعل كما قال المشاهد زهير يعني الحرب فعليا انتهت والنظام أعلن النصر ما رأيك في ذلك يا سيد الكريم لفت انتباهي انتهت الحرب ولفت انتباهي انقسام الفصائل للثورة وبالتالي هذا ينم على أن نظام الأسد انتصر على الثورة السورية كل هذا يعني كلام مشروع للمشاهد لكن في الواقع أن يعني أنا أقول وأقولها منذ زمان عندما ترتهن البندقية إلى الأنظمة الخارجية ودول العالم هذا يعني أننا مرتهنون جميعا إلى هذه الدول وبالتالي سنطيع هذه الدول فيما تريد فيما لو حصل ذلك على أي حال أمريكا الآن هي تطلم كل الثور عدم مقاتلة النظام يعني في الجنوب السوري عندما يريد المقاتلين أو الثوار أو الفصائل في الجبهة الجنوبية تقاتل النظام سواء كان بالشيخ مسكين أو بإزرع هذا ممنوع عليهم أن يعطوا السلاح من أجل مقاتلة النظام أما عندما يريدون قتال تنظيم داعش المتواجد في حوض اليرموك فأنهم يغضقوا عليهم بالأسلحة وبالمال وإلى ما هناك علما أن هذه المنطقة حوض اليرموك بالذات هو محاصر من كل الاتجاهات مفتوح من قبل إسرائيل مفتوح من اتجاه إسرائيل من أي نائة السلاح ومن أي دائة المال لهؤلاء لا نعلم لكن هذا الموضوع منطقة مناطق خفض التوتر التي ذهبت روسيا إليها وأمريكا وبالتوافق مع أمريكا هي مجرد تخفيف أو لجم البندقية البندقية الثوار في تلك المناطق هذا يسهل على النظام أن يبتلع باقي المناطق بمعنى آخر أن الجبهة الجنوبية التي تتحوي 54 فصيلا غوط دمشق التي تتحوي فصائل كبيرة جدا جمال حمص وشمال حماء وأدلب هي أيضا من المناطق التي تذهب إلى مناطق خفض التوتر هذه تحتضم قوى ثورية كبيرة جدا تستطيع أن تعيد الكرة من جديد لكن روسيا وأمريكا أثقلت كاهل هذه الفصائل وبالتالي انطلقت يد النظام والمليشيا الرديفة له باتجاه مناطق أخرى وها نحن نشاهد هذه القوى تتواصل مع الوامي 37 بدير الزور ويمكن أن تتواصل مع قلب المدينة بدي أسأل سؤال لماذا إلى هذه اللحظة معركة الرقة مفتوحة علما أن هناك 12 حي موجود بالرقة 81 يوم نحن في 81 يوم للقتال فيها 12 حي بالمقابل تم تحرير أجزاء كبيرة من الرقة لماذا يتم التراخي في تحرير هذه المنطقة لأن أمريكا لا تريد الذهاب باتجاه دير الزور بقوات قسد لأنها لا ترى هناك بدينا لقوات قسد في تحرير دير الزور وبالتالي سمحت لروسيا وقوات النظام بأن تصل إلى دير الزور ومن ثم باتجاه البوكمال لما سألته للاستاذ رامي بأن هناك طريقة سيفتح من البوكمال باتجاه دير الزور ومن ثم باتجاه دمشق ومن ثم باتجاه الضحي جنوبية هذا رأيي وهذا تبادل أدوار بين روسيا وبين أمريكا وبين إيران في هذه الفترة وهذا مطلب إيراني من روسيا كي يتم فتح هذا الطريق السريع من طهران إلى دمشق طيب أستاذ رامي أيضا أعود مرة أخرى إلى الرسالة التي قيل أنها أرسلت من غرفة الموك إلى هذه الفصائل الرسالة أيضا تقول تقييمنا بأنكم لن تستطيعوا تحقيق هدفكم للمدى البعيد وسوف تعملون على تدمير وتخريب فصائلكم بالإضافة إلى تعريض سلامة عوائلكم للخطر إذا استمريتم في القتال بنفس الطريقة التي تقاتلون بها الآن الرسالة أيضا تقول وهو تقريبا يعني شبه يعني مهلة أو عرض نهائي تقول الرسالة هذا عرض وسينتهي سريعا ولا نستطيع تقديمه مرة أخرى ما الذي تفهم من هذا من هذه العبارات المستخدمة ومن تصرف الفصائل الآن وعلاقتها مع غرفة الموك من الآن فصاعدا إذا رفضت بالفعل القبول بهذه العروض بداية حقيقة أنا لا أعرف مدى دقت هذه الرسالة تفصيلا وأنا أثق فيك لكن لم أطلع حقيقة هل هذه الرسالة دقيقة أو هي مرسلة فعلا لفصيل أحمد العبد والسود الشرقية لكن قبل هذا دعني أجيب على سؤال المشاهد هل انتهت الثورة فعليا لا أبدا أقول أن النظام حتى الآن لم يستطع أن يستعيد قطعة من الأرض حقيقية من الثوار بالقوة العسكرية بل هو اليوم عاجز عن استعادة حي جوبر الدمشقي الذي يبعد عن القصر الجمهوري مسافة لا تزيع عن خمسة كيلومترات مربعة وكل ما فعله في الغوطة الشرقية هو ضغط روسي جرع من خلاله اتفاق هدنة أو تخفيض توتر أو تخفيض قتال كل ما جرى في منطقة حما وفي ريف حمص الشمالي لم يستطع النظام أن يتقدم أكثر من واحد كيلومتر من الناحية العسكرية ما يجري على الأرض هو حالة اتفاق بين ضامن روسي باطش ولكنه ضامن جهة دولية لوقف أطلاق النار ولبدأ بحل سياسي كبير ما يجري الآن هو النظام لم يستطع أن يستعيد قطعة صغيرة من الأرض في منطقة السخنة من تنظيم داعش أعتقد أن تصوير الصورة بأن الثورة انتهت وأن النظام ينتصر هذا تبسيط وتسقيف للموضوع بشكل كبير ولا تنسى أن هناك محافظة كاملة محافظة إدلب لازالت خارج سياق النظام وأن مناطق الساحل السوري ليست مع النظام تحت السيطرة على المطلق هي لازالت تحت نيران الثوار وأن منطقة جنوب حلب البارحة كان فيها معركة كبرى تكبت فيها نظام خمسة ضباط أعتقد أن الحديث عن انتصار للنظام السوري ليس دقيق إطلاقا هناك حالة من سلب الإيرادة من النظام السوري باتجاه الروس حقيقة وحالة من سلب الإيرادة في بعض المناطق من الثوار باتجاه قوى دولية باتجاه ضغط لإيجاد حل سياسي قادم قد لا يرضي الشعب السوري وهو قطعا لن يرضي النظام السوري النظام السوري الآن مأزوم يدخل في حالة مشكلة كل من يجري الهدن في المنطقة السورية هم الروس بشكل مباشر نحن نتفاوض مع الروس بشكل مباشر بدون وجود ضباط للنظام النظام مهمته أصبح مسؤول تنفيذي يأتيه الأمر من الروس فاوضنا في حي الوعر وفاوضنا في الغوطة الشرقية وفاوضنا في عدة نقاط فاوضنا الروس بشكل مباشر وكانت ضامن الروسي أكثر مصدقية من النظام وتعهد بتعهدات لم يستطع النظام الوفاء بها ثم ألزم إلزاما من قبل الروس بالوفاء بهذه التعهدات حقيقة الآن النظام السوري مرتهن بشكل كبير وواضح للروس على المستوى السياسي وبالتالي الروسي يعملون فيه وفق ما ينسقون مع الولايات المتحدة ومع دول الجوار طيب سيد عبدالهدي برأيك الخيارات المطروحة الآن أمام هذه الفصائل يعني عدى الالتزام بنصائح دعنا نقول نصائح المك وليست أوامر كما هي المعلومات إذا لم تلتزم بهذه النصائح ما المطروح أمامها وكيف يمكن أن تكون العلاقة بين هذه الفصائل وبين غرفة المك في الفترة القادمة أستاذ مهند أريد أن أقول مقاربة بسيطة جدا قام بها الأمريكان في الأونة الأخيرة تم نقل حوالي خمسمائة مقاتل من قوات المغاوير إلى الشداد وقال لهم بأنكم من هنا ستنطلقون باتجاه دير الزور وكان هذا حلم قوات يعني كل قوات البادية بأن تتوجه باتجاه دير الزور وتقاتل وتصل دير الزور قبل قوات النظام التي تسارعت بشكل كبير جدا باتجاه دير الزور لكن هذه القوات التي وصلت إلى الشداد منعت من قبل قوات قسد بإرادة أمريكية لكن ماذا فعلت أمريكا حيال ذلك قالت لهم عليكم أن تشكلوا جيش وطني فاذهبوا إلى هذه النقطة نحن الآن أمام تحرير دير الزور وهم يبحثون أمام تشكيل جيش وطني لكن شهود الشرقية وأحرار الشرقية وجيش الشرقية بالإضافة لقوات عمد العبدو رفضت الذهاب إلى الشداد لأنها ترى في أن تحرير دير الزور يبدأ من البادية السورية رفضت أيضا أمريكا التعامل مع هذا المطلب لأنه يحقق فعلا نصرا في دير الزور وتحرير دير الزور لحساب الثورة السورية كل هذه اللعيب تنفذها أمريكا وبالتالي يمكن أن تجري أمريكا عدة تعملات وعدة اختبارات للجيش الحرق فيما لو بقى رضية بالتعامل مع أمريكا ورمي السلاح وفقط مقاتلة إرهاب داعش أو الإرهاب المتواجد في سوريا هذا فقط تريد أمريكا أما أن يقاتل للنظام فهذا خط أحمر على كل المعارضة وبالتالي ما هو الخيار البديل للجيش الحر أو لقوات المعارضة السورية عليها أن تعود إلى البندقية الوطنية عليها أن تعود إلى بندقية الثورة الحقيقية عليها أن تعيد ترميم قاعدتها من جديد عندما كان الثوار لا يملكون السلاح وعندما كان يخرجونها بسلاح بسيط جدا تحرروا الكثير من المواقع في سوريا عندما ارتهنا هذه البندقية ارتهنا في أمريكا وغير أمريكا بدأنا نخسر كل المواقع التي تم الحصول عليها خلال الثورة وبداية الثورة السورية عندما نريد أن نحرر بلدنا وأن نطيح بطاغية علينا أن نكون جيش حقيقي ضد ثورة حقيقية لها قيادة حقيقية غير مرتهنة مع الخارج وقيادة عسكرية أيضا غير مرتهنة مع الخارج ولا نريد لا أكلا ولا شربا ولا سلاحا من أحد نريد فقط إرادة شعبنا في تحقيق النصر شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالهادي الخزعلي الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من عمان وشكرا لضيفنا من أسطنبول الأستاذ رامي دالاتي العضو المجلس الأعلى للقيادة العسكرية للجيش الحوض شكرا لك اشتركوا في القناة